اهلا بكم الى نشرة الاخبار من صوت لبنان بينما يأمل المسؤولون والمواطنون على حد سواء بتحسين الوضع الاقتصادي مع ثروة الموعودة تحت الماء يبقى اجماع محلي ودولي على ان باب الولوج الى الخلاص هو انتخاب رئيس الجمهورية الغارقة بفساد يهدد بضياع كل الثروة اذا لم تندلع ثورة الاصلاح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاطي اكد ان الاقتصاد اللبناني عاد وسجل هذا العام نموا يقارب 2% بالقيم الفعلية بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الازمة واضاف خلال رعايته حفل افتتاح منتدى الاقتصاد العربي ان القطاعين العام والخاص يرزحان تحت ازمة هائلة تحتاج الى ترشيد الانفاق وتعزيز مداخل الدولة